السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبايب قلبي اهلا بكم انت لسه بتصليش? لسه بتصليش بعد كل انا عملت معاك دك اعمل هي عكتر من كده انا السنة بحبك وهعمل تاني ان شاء الله من رادي بقى هتصلم من رادي هتصلم مش هبطل صانع فاسمع الفيديو لغاية الاخر اصعب حاجة هتمر علينا في حياتنا الاخرة هي اول لحظات في الموضوع ده لحظات الدفن واغلاق القبر وان الملائكة تيجي تسألنا ثلاث اسئلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا عنهم من ربك وما دينك وماذا تقول في الذي يبعث فيكم? والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان في ناس هترد هتقول ربي الله ودينية الاسلام وبعث فينا محمد صلى الله عليه وسلم ورب الله سبحانه وتعالى يقول صدق عبدي فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا الى الجنة وفي واحد تاني هيجاوا بيقول ها ها لا ادري لا ادري لا ادري ولكني سمعت الناس يقولون كلاما فقلته فربيه صحيحة الله يقول كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا الى النار فأكيد احنا محتاجين نعيش الصورة الحلوة اللي هيجاوب يتفتح له من الجنة وتفرش له من الجنة ويلبس من الجنة طب تخيل بقى ان في حد في وقت سؤال الملكين ده ليك وقف جنبك بيسندك ويساعدك ومش اي حد يبقى بجنبك يبقى بثه جنبك مين الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الصلاة تقف عند رأس العبد تتجسد وتقف عند رأس العبد يجوا الملائكة يخشوله ويقولهم ما قبل مدخل مش هتخشوله من ناحيتي استنوا كده واحد واحد والصلاة تبقى وقفة جنبك تسندك وتساعدك وانت بتجاوب على السؤال عايز ايه احسن من كده في الحياة تعرفه عشان تصلي ان اصعب لحظة هتمر عليك في حياتك الاخرة الصلاة هتعديك منها فقعد بطل صلاة وتوكل على الله وابدأ طيب يا امير انا فيتني صلاة كتير اعمل ايه الفتوى اللي انا باخد بيها اني اللي فاتني ده خلاص عفى الله عما سلف وانا ابدأ من اول اللحزة دي ان انا اصلي وازود من صلاة النوافل والسنن باذن الله ربنا سبحانه علي سامحني عن اللي فات طيب انا عندي القدرة ان انا اصلي مع كل فرض فرض لغاية ما اقضي اللي كان علي افعل وده الافضل طبعا والاحزن خلاص انا بحبكم في اللا والله العزيز بحبكم يلا بينا نبدأ صلاة طيب دعوا بتشوفني على اليوتيوب ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للقناة انزل تحت هتلاقي لينك البيتري ان احب انت دعم القناة وهتلاقي كل الاكانت بتاعتي في السوشيال ميديا انا احب تبقى معي في كل حت ولو انتم تتفرج على الفيسبوك ننساش لايك للصفحة لايك للفيديو شير للفيديو منسن كل صحابك قولوهم يلا نبدأ نصلي من النهاردة ومش هنفوت صلاة تاني انا بحبوكم في الله اصوفكم بكرة بإذن الله تابع على اشترك الساعة سبعة طلقوا لي كل فيديوهات فيديو جديد كل يوم الساعة سبعة بالليل السلام عليكم